مرحبا يا رجل، كيفكم؟ يوم رجعتكم في الفيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم نحن بلعبة بكيكستي واليوم يا جمال نرى تسريبات بدلة جديدة و كمان حيوان أليف جديد سوف ينزلون في بكيكستي قريبا طبعا لدينا تسريبات عليهم لازم ضروري ورجيكم طبعا أنا الآن مصدومة و متفاجئة من هذه التسريبات لأنه بدلة كثير بتجني بتذكرني بدلة تبع The Night اسمها The Night of Zodiac او شيء مثل ذلك سوف أعطيكم كل شيء بهذا الفيديو لكي يكتبوا معي الفيديو من الأول للآخر وضعوا لعيك الفيديو كما اشتركوا بالقناة وكل شيء تعرفوا هلأ يا جماعة خلينا نبدل فأول تسريب هو عن نبدل بالحيوان او البدلة حيوان او البدلة طبعا الحيوان هذا شفناه او موجود تسريب تبعه داخل اللعبة تبع Pet Shop أصلي Pet Parade الموجودة في الربط الكبير بس أول شيء بدي أدخل على Pet Shop وأشوف هل هذا الحيوان طالع بهذاك الجدول اللي بيكون فيه كل الحيوانات ولا لا لأنه كل ما بيكون تسريب عن حيوان أليف بيكون موجود هون سوف نذهب هون كأنه نبدأ نبحث عن حيوان موجود بس مش موجود استنوا ما أعتقد نحن نلاقيه استنوا ممكن يكون هذا لا أعلم فنسيت سراحة كيف شكله بالزبط المهم ما أعتقد نوجود هون فهلا خلينا نطلع من هون ونذهب إلى Pet Parade حتى نذهب إلى Pet Parade يجب أن ندخل الأركايد أو جاينت ريبوت اللي هو الربوت الكبير فلتس جو هلا يجمع هون موجودين كثير ألعاب بس في هذه اللعبة تبع حيوانات عرفتوا Pet Parade فكثير ناس شافوا حيوان جديد أنا كمان شفته لما تدخلوا تلعبوا بيعطوكم حيوان جديد مش موجود أبدا باللعبة بس بيعطوكم أنه نعد كم موجودين فأعتقد عملوا هذا الشي عمدا لأنه بيعملوا كثير مرات وكنت بظن أنه بس خطأ يعني وإحنا بنستكشفه كذا بالصدفة بس لا أعتقد بيعملوا هذا الشي عمدا عشان أنه إحنا نشوف التسريب بس ما بيعملون هذا الشي بوضوح يعني إحنا اللي لازم نجي ونرعب ونستكشف أنه فيه تسريب يعني يب فهون يا جماعة بتعفوا كيف بيعطونا نعد مثلا حيوانات عادية سو بعض الجولات بيعطونا عشان نعد حيوان غير موجود أبدا في اللابة سو لو عطوني هذيك الجولة سوف أرجعلكم لا يا جماعة يا جماعة 18 يعني أنا عدت 19 انو شفتوه؟ كنت كثير قريبيني فوز بسلة عادية اوكي ما عطوني هذيك الحيوان ياي فوز اوكي إن شاء الله هذي مرحلة هي عطوني هذيك الحيوان هيا هيا لا ما عطوني يعو أعتقد هذي آخر مرحلة بتعفو شو خلاص أطلع من هاللعبة المهم سوف أرجيكم الصوري اللي أنا صورته المهم يا جماعة هذي هي الصوري وهذا الحيوان تواعني كثير كثير بيجنن حبيت شكل تبعه لانو شوفوا يعني مدري ايش هو هذي النوع تبع حيوان لانو عنده أجنحي وكمان عنده كأنه اللي يا الله شو اسمه هذي المهم مدري كايز شو اسمه بس مهم هذي الشغلة زي اللي بتكون عند السقر أزقد مهم كمان الأعين شوفوا كيف مهم مهم فشكله كثير مميز بس اجماعة استنوا هذي الخدود عنده هذي الشغلات زي هيك وباللون بني فهذي الشغلات معروفين بالتحديد اللي احنا حاليا فيه يعني ممكن هذا الحيوان ينزل بالجزء التاني تبع التحديد تبع الرياضة اللي احنا حاليا فيه فهذا التسريبات تبع تحديد قريب جدا فهذا التحديد اللي بعده المهم قريب جدا ويب هذا هو الشكل تبعه انتو كمان اللعب تبع أركيد ولولي بالتعليقات هل شفتوه ولا لا المهم هذا هو الحيوان وهلا خلنشوف البدلة اللي كثير كثير بتجنن وكثير يعني خارج يعني خارج يعني هذا العالم اول اشي لازم ندخل على اليوني ونبحث عن عاد من اسمه روني زي هيك اعتقد روني ثلاث أصفار لان كل الادمين زي أرقامهم ثلاث أصفار بعدين شوفوا هذا الادمين ما ده البنت ولا ولد اعتقد بنت خلي نحكي بهن لان ما بعرفها البنت ولا ولد بس الشعب اعتقد تبع بنت بس ممكن كمان يكون ولد فرحقول هنه هم مو هي مو هو مدرمة فهدول الادمين شوفوا عندهم هذه البدلة اللي بتجنن كثير و قد شدوا يا شلاب السين خلي نستكشف هل الابنت ولا ولد مرّا شعر تبع أولاد مرّا شعر تبع بنات لا غالبا تبع أولاد فأرنو أعتقد ولد أرنو آسفة لو خطأت فهلّا أشوفوا الاد من إيش لابس هذه البدلة اللي مش موجودة في PKXT أبدا فخليني نقرّب أكدر دعنا نقرّب أكدر كما ترون يا جماعة هذه هي البدلة تشبه كثير البدلة تبع الفضاء اللي لونها أبيض بس كأنه عليها إضافات أكثر لكو الأجنحة زي الأجنحة اللي عند الحيوان أليف الشكل تبعه مدري بس أحسوا كذا أنجليك الشعر أعتقد جديد أو أعتقد من تحديد مصر القديمة لا أعلم يا رب الادمن هذا لا ينزل ولا صورة وهو يلابس هذه البدلة بس يعني يلابسها وكلنا نعرف أو لو ما بتعرفوه الادمنز يحصلوا على البدلات وكل الأشياء اللي كأنه تبع التحديثات المستقبلية قبل ما تنزل باللعبة عند كل اللاعبين يعني مثلاً هذا المنزل اللي نزل بالتحديث الجديد أو مثلاً بس هذه الملابس لأنه حالياً لابسها بهذا التحديث الادمنز تبع بككس يعني مسؤولين تبع اللعبة والذي بيشتغلوا بشركة تبع اللعبة حصلوا على هذه الملابس قبل ما ينزل التحديث حتى إحنا ما نعرف إنه فيه تحديث رياضة رح ينزل لأنه هن الادمنز يعني بيشتغلوا عشان يضيفوا شغلات جديدة فأكيد بيعرفوا إيش الأشياء جديدة حتنزل وبيلبسوها باللعبة بيقدروا كذا يحصلوا عليها باللعبة وكل الشي عشان يجربوها ومدري إيش فهذا الادمنز ممكن لبسها وظل لبسها كذا بالغلط وإحنا شفناها بالصدفة وكتشفنا إنه تسريب أو ممكن هو لبسها عمداً عشان إحنا نشوفها ونعرف التسريب بس مما هذا هو التسريب والشغلات اللي قلت لكم ليش قلت لكم معرفوا بالتحديث بها رياضة شوفوا بس الاي اي اي شايفين كيف هذي الشغلات اللي عنده براسه زي هيك وبلون بني فأحسس ممكن تزيب هاد تحديث اما هكا جمع نخلص فيديوه بحبكم كثير بس انت ايفدي الجاي باي